أنا علشان يعني هسأل حياتك أنه نحن علشان نحاول نجد حل ما أو تصور ما لحلول هينضم لينا سات النائبة روية مختار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أهلا بيك يا فنن أهلا بيك أستاذ يوسف إزاي الصحة كله تمام الحمد لله بخير زي الخل الحمد لله طب دلوقتي إحنا كنا بنتكلم مع دكتور إيها بيكل نقيب أطباء الأسنان وبنتكلم على أزمة بنج السنان في مصر وجزء كبير جدا من الأزمة طبقا لليل قاله دكتور إيهاب هي مسألة أن كل يريد أن يرى أو يضح حلا من وجهة نظره هنعمل إيه فداد أساة النائبة أولا حب أرحب سيدة المشاهدين جميعا وحب أرحب بدكتور إيهاب هيكل ثانيا حب أوضح بس الفكرة الأزمة احنا عندنا الأزمة دي تتكرر كل سنتين أو كل ثلاث سنوات الأزمة اللي حصلت دي بسبب أن احنا عندنا مصنع هنقول أنه تم عمل أطليق أو تم تحديث خط الإنتاج بتاعه فتوقف تماما عن العمل فنضعيش عندي غير مصنع واحد اللي هو مصنع السنجرية ده فتح المجال للسوق السودا أن هم يبدأوا يبيع بنج الأسنان طبعا بأسعار مبالغ فيها علبة البنج وصلت من ربعمائة جنيه لألف ونصف فطبعا بقى دكتور الأسنان مسترية يشتلي سوق سودا يقف العيب بالنسبة للقطاع الخاص بعد اجتماع طبعا دكتور خالد عبدالغفار معالي وزير الصحة وسيادة اللي هو بهاء رئيس حقيقة الهيئة الشراء الموحد ودكتور سامر حقيقة الدواء ودكتور إهاد هيكل ودكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية ثاني يوم من حد اللي سات وكان الجميع في موضوع أن معالي الوزير في القطر طبيب أسنان فكان متفهم تماما الأزمة اللي حصلة طبيعي فوجه بسرعة إنهاء الإجراءات الجمهورية وده اللي الدكتور إهاد كان بيطالب بيه طول الوقت اللي تنلعونا الشحنات المتأخرة علشان نبدأ توردها ونبدأ إلى عيدات الأسنان ما تبدأش توقف صحيح تم وضع حلول بتوريد بنج الأسنان هيتم من خلال بالنسبة للقطاع الشكومي هيتم من خلال الوزارة الوزارة هتوزع على مدريات الصحة ومن خلال النقابات النقابات هتبدأ توزع على دفاقية الأسنان وزي ما دكتور إهاد أشار حاليا نحن حاليا بيتم دراسة توزيع بنج الأسنان من خلال هيئة الشراء الموحد إلى إزا كثرة بيروس من خلال الأبليكيشن هيتم عمل أبليكيشن طبعا الأبليكيشن ده على كده بواكد كمان التحول الرقمي الموجود حاليا صحيح الدكتور هيدخل على الأبليكيشن هيدخل رقم القيت بتاعه اللي هو مسجل به أصلا في وزارة الصحة هيبدأ يطلب البنج بتاعه من خلال الأبليكيشن ولما البنج يوصل للدكتور هيدفع مصاريف شحن فقط طب ياخد وقت قد إيه ده يا فندم موضوع الأبليكيشن ده خلال شهرين إنما الحل الفوري اللي احنا بنتكلم به واللي احنا بننادي به اللي هو الإفراق عن الشحنات المتأخرة الشحنات الجمهورية المتأخرة وآخر حاجة وبعد اتصالي طبعا مع المختصين في وزارة الصحة بالضبط من ساعة تقريبا عرفت إن الحمد لله هيتم توريط تحديث 2 مليون كربولة بنج من بكرة أو بعده إن شاء الله تقريبا المتوسط لإستهلاك بنج الأسنان في المستشفيات الحكومية عندنا 8-3 شهور 16 ألف علبة الكل علبة فيها 50 كربولة يعني تقريبا أنا في الشهر بس فهلك 270 ألف كربولة بنج فطبعا اللي عادت دا قليل طبعا إنه هو يغسي لي جميع المحافظات أو جميع ده أنا كل دا لسه بتكلم على المستشفيات التابعة للدولة وزارة الصحة بالضبط نسه ما تكلمتش على المستشفيات خاصة ولا عيادات ولا غيره ده 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 الإحسائية اللي أنا بقول لحضرتك طب ما أنا كده عندي أزمة على سبيل مثال دكتور أبوة بتكلم أنا جماعة هو فيه شحنة موجودة في أسبانيا مش عارفين نجيبها فدي عايزة حل وعندي خط إنتاج موجود في الميناء علشان هيركب في شركة ملكنا ملك الدولة مش عارفين نخرجها ده اللي إحنا بنتكلم فيه إن أنا لازم يكون عندي إجراء سريع من كوزارة إن أنا أبدأ وكهيئة طبعا شراء موحد وهيئة دواء إن أنا يبدأ في أسرع وقت إن أنا أعمل أخرج الشحنات دي من الجمارك في أسرع وقت لأن إنت كده إنت براكنا اللي مركونا الحاجات البنجي مركوم بالطريقة دي إنت قربي بتدفع لفلو أنا مدفع فلوس على أرضيات البنجي على أرضياته ده على أرضيات البنجي اللي في أسبانيا لسه ده لسه ما جاليش يعني لسه ما تحطش على المركب وجالي وبعدين يخش عندي في الجمرق ولما يجي لك ولما يجي لك هنا إنت مش هينفع تبيعه بالسعر العاز ما إنت لازم تعوض الأرضيات اللي تدفعت دي طبعا هترفع على هترفع على سعر العلبة تاني وتلك مأساة أخرى بس أنا كمان عايز الوزارة بقى هنا سات النائبة يعني إحنا بالنسبة لنا بقى كوزاية صحة تخاطب وزارة المالية علشان خط الإنتاج اللي في الميناء يطلع إحنا محتاجين نخاطب وزارة المالية ومحتاجين نخاطب وزير قطاع الأعمال لأنه هو المنوط بشركة ووزارة قطاع الأعمال صحية أه هو المنوط بيها فإحنا أنا حتى كنت بتكلم لسه النهاردة مع دكتور إهاب إن إحنا محتاجين وده برضو كان مطلب من النقابة إن إحنا محتاجين نحدد معاه مع معالي وزير قطاع الأعمال علشان يتم البدء في الموضوع في أسرع وقت لأن أنا بالسريقة دي يعني إحنا حاليا فيه أزمة أوريز ما حدش يقدر ينكر الكلام ده بس التحوف كله إن إنت الأزمة دي تطول كمان المستشفيات الحكومية إحنا دلوقتي عندنا في المستشفيات الحكومية فيه مقص في المخزون الاستراتيجي بالفعل ده موجود ما حدش يقدر ينكره فإنت المخزون الاستراتيجي بتاعك بدأ إيه؟ معناه دوق أحمر بدأ ينور أنا منحكاك بسرعة ده أنا عايز الاجتماعات يعني أنا كمواطن ولا أنا كمزيع ولا أنا حتى كنائب أقول أنا عايز الحاجات دي الأسبوع ده الموضوع ما يستحملش ما يستحملش يعني إحنا كدكترة بقى هكلمك بصفة إن أنا كطبيب أسنان مش كنائبة خالص كدكترة بدأنا نشتري البنج من سوق سودا وبدأت تضطر ترفع على العيان طبعاً لاج الأسنان معروف إن هو غالي مكلف معروف وما تقدرش إن أنت كطبيب يبقى إحنا بنتحك على بعض يبقى أنا بخسر لو أنا خبت الأسعار زي ما هي أيه فبالتالي أنت مضطر ترفع على العيان فظل الأزمة الاقتصادية الحالية هو العيان أو المواطن مش مستحن فبالتالي يعني فعلاً لازم يتم أغضي إجراء سريع وثوري لحل الأزمة دي فأصح وقت يعني أنا شايفة كمان من وجلة نظري إن إحنا في ظن القيادة السياسية إحنا شفنا تطرف المنظومة الصحية من تأمين صحي شامل من مبادرات رئاسية تطوير مستشفيات تطوير وحدات صحية من خلال حياة كريمة نجوع ما كناش نعرف عنها حاجة وأخيراً عملنا مدينة زي مجلس الزواء المصرية هل إحنا غير قادرين على تصمير بإنجل أسلام فيها؟ لا إحنا قادرين جداً كمان يعني فليه ما يتمش يعني شايفة من وجلة نظري إن إحنا لو فتحنا من قطاع الخاص فرص استثمارة علشان أسسل الفجوة المحلية القائمة حالياً وكمان نبقى فتحنا فرص جيدة جداً للتصدير يبقى أنا عندي فائد وده أصدر كمان أنا هعمل ده في إطار إن أنا أخلق حلول جزرية بس أنا هحتاج مخطبة سريعة جداً مخطبة سريعة ويعني هو يفضل إنها تبقى من لجنة الصحة بتوافق وإجماع إلى أستاذ الوزراء المعنيين اللي متأكد أنهم مش أتأخروا سواء زاكنة الصحة أو قطاع أعمال عام أو وزارة المالية أنا عايز خط الإنتاج يركب بالفعل إحنا إحنا تقدمت وهو الشحنة أسبانيا توصل أنا تقدمت بطلب إحاطة بالفعل للمعالي وزير الصحة وإن شاء الله خلال الإسبوع ده هيتم منقشة إن شاء الله وهيتم الإجتماع مع معالي الوزير للانتهاء من الأزمة دي بإذن الله طيب نهاية أنا أولاً أشكر حضرك سادة النائبة روية مختار